بيس بي أبني و السلام عليكم هلو أفريبادي أهلا أبناء و بناتي طلب وطلبات صف السادسة الابتدائي هنكمل من دلوقتي إن شاء الله منهجنا الأزهر 3 top 6 عندنا ينيد 2 what's the title of the unit يعني أن الوحدة بتاعتنا كان إيه sustainable living in Egypt الحياة المستدامة في مصر تكلم دلوقتي إن شاء الله عن lesson 4 الدرس الرابع what's the title of the lesson عنوانه إيجيبس national projects مشروعات مصر القومية in the eyes of the international press في عيون الصحافة العالمية أو الدولية كلمة press معناها الصحافة international يعني دولي وكلمة طبعا national projects معناها المشروعات القومية يبقى عنوان الدرس بتاعنا إيجيبس national projects in the eyes of the international press يلا نشوف الدرس بتاعنا ولو عايزين تشوف الدروس اللي فتت هسيب لكم الروابط بتاعتها إن شاء الله فسندوا الوصف كما نسيب لكم الروابط لصفحة الفيس ويوتيوب وانستجرام ورابط قناة التليجرام شوف مع بعض الدرس بتاعنا زي ما احنا شايفين هنا في البكتشر اللي قدامنا جاي كده سكرينشوتس من صحف عالمية ياخدين سكرينشوت من على الموقع طبعا عارفين ان اي جريدة الوقتي لها موقع على الانترنت اللي هوبسايت بيتشوف عليه الاخبار فده صورة لموقع على النات بيجيب الاخبار فالخبر ده العنوانه ايه كل اللي انت عايز تعرفه عن اطول خط منرايل اخط احادي في نظام خط احادي في العالم يا طريق ايه الموضوع ده بقى بيقول لنا هنا يعني خط لو اتجهين ومانوريل اللي هو خط احادي يعني خط سكة حديد احادي فيه خط سكة حديد واحد بس رابد يعني سريع وترانزت سيستم اللي هو للنقل يعني نظام نقل احادي خط المانوريل بتاع القاهرة ده currently under construction under construction يعني لسه تحت التشهيد تحت الانشاء in Cairo موجود فين في القاهرة ايجبت في مصر which will be the longest driverless manual system in the world الخط ده لما انتهى من العمل فيه هيبقى اطول خط منوريل اللي هو خط حديدي احادي في العالم driverless يعني بدون سائق هيبقى قطار بدون سائق the two lines will create the first public transport links from يعني الخطين دول لما يخلصوا هيعملوا اول وسائل نقل في الموصلات بتربط بين from the new administrative capital من اول العاصمة الادارية الجديدة and sixth of october city ومدينة 6 october to the Cairo metropolitan area when the project is complete يعني لما يخلص المشروع هيربط الخط الوحادي دوت ما بين العاصمة الادارية الجديدة ومدينة 6 october يوصلوها بمنطقة القاهرة the 54 kilometers line connecting the new administrative city with east Cairo will take 60 minutes يعني الخط اللي هيبقى طوله 54 كيلو متر اللي هيربط بين العاصمة الادارية the new administrative city اللي هي العاصمة الادارية الجديدة بشرق القاهرة east Cairo هيستغرق وقت دقيقة 60 minutes يعني 60 دقيقة انك توصل من القاهرة للعاصمة الادارية والعكس and the 42 kilometers line connecting 6 of october city with Giza والخط التاني اللي هيبقى طوله 42 كيلو متر اللي هيربط ما بين مدينة 6 october 6 of october city with Giza مع محافظة الجيزة will take 40 minutes 42 minutes هيستغرق 42 دقيقة يعني ساعة الا تلت دي معلومة طبعا عن خط المانوريل الجديد اللي بتعمل دلوقتي في القاهرة الخبر التاني بيتكلم عن the new south canal اللي هي قناة السويس الجديدة برضو جايب لي هنا screen shots كده من ويبسايتس من مواقع جايباء الأخبار العالمية the south canal corridor area project is a mega project in Egypt that was launched on 5 on 5th august 2014 by president عبدالفتاح السيسي and completed in 2015 يعني بيكلم هنا عن مشروع محور قناة السويس الجديد the south canal corridor area اللي هو محور قناة السويس مشروع محور قناة السويس وبيوصف النوع a mega project mega project يعني مشروع ضخم mega يعني ضخم تم اطلاقه was launched يعني تم اطلاقه في مصر بدأوا فيه في 5 أو 6 2014 وبعدين انتهوا منه في سنة 2015 the project aimed to increase the role of the suiz canal region in international trade يعني هذا في المشروع كان انه يزود دور قناة السويس في المنطقة في التجارة العالمية and to develop the canal cities of وكمان يطور مدن القناة اللي هي السويس اسماعليا and port side اللي السويس والاسماعليا وport side دي منسميها مدن القناة بيقولينا كمان the project involved building a new city اسماعليا كمان المشروع تضمن بناء مدينة جديدة اللي هي الاسماعليا and industrial zone منطقة صناعية هناك في الاسماعليا موجودة في مدينة جديدة هناك سموة الاسماعليا الجديدة fish farms وفيها كمان منطقة صناعية وfish farms مزارع اسماك encouraging the development of a tech industry كمان تشجيع التطوير الصناعة التكنولوجيا tech industry يعني الحاجات الاجهزة التكنولوجية building seven new tunnels وكمان بناء سبع new tunnels اللي هم انفاق جديدة between Sinai and ismailia and port side انفاق جديدة بزربط ما بين سيناء والاسماعليا وكمان port side improving five existing ports وحسنوا كمان وطوروا من خمس مواني موجودة بالفعل creating new centers for logistics and ship services وكمان انشاء مراكز جديدة للخدمات اللوجستية وخدمات السفن and digging a new canal parallel to the Suez Canal وكمان حافر قناة تانية موازية لقناة السويس the new canal was constructed to increase capacity by allowing ships to sail in both directions at the same time يعني القناة الجديدة كان هدفها ان هو تزود السعة اللي بتسمح للسفن انها تعبر في الاتجاهين دوع القناة في نفس الوقت the canal represents an economically important shortcut between Europe and Asia يعني القناة بتمثل طريق مختصر shortcut طريق مختصر مهم جدا اقتصاديا بين اوروبا Europe اللي هي اوروبا and Asia اللي هي اسيا كده عرفنا الخبرين عن اهم المشروعات في مصر نجاوب يلا على الاسئلة مع بعض number one A is a single rail serving as a track for a wheeled vehicle يعني خط احادي الخط الاحادي بنسميه monorail the eastern line will link الخط الشارئي هيربط بين ايه عرفنا كده من القطعة هيربط بين the new capital city to Cairo بالعاصمة الجديدة بالقهرة the 42 kilometers line kilometer line connecting 6th of October city with Giza will take about الخط اللي طوله 42 كيلو مترا اللي بيهربط من 6 اكتوبر والجيزة هيستغرق قد ايه عشان يوصل عرفنا انه استغرق 42 minutes يعني 42 دقيقة اللي هي ساعة اللي تلت اللي هما تلتين ساعة two thirds of an hour the canal cities are مدن القناة هي ايه و ايه و ايه ايه عرفناهم لهم اسم عليها سوز اند بورت سايد the word mega project refers to و كلمة mega project بيشير لبيها لإيه لمشروع ماله an extremely large scale investment project يعني مشروع استثماري ضخم جدا عندنا هنا definitions تعريفات نذكرها كويس عشان ممكن جدا تجدنا في الاسئلة في الاختياري كلمة industry industry معناها الصناعة تعريفها ايه the companies and activities involved in the process of producing goods for sale يعني الشركات والانشطة اللي هي بتشتغل في عملية intag producing goods انتاج سلع for sale يعني للبيع especially in a factory خاصة في factory في مصنع or special area يعني او في منطقة خاصة بالصنع التصنيع ده ده معنى كلمة industry اللي هي الصنع كلمة city معناها a large town يعني مدينة كبيرة logistics logistics بنسميها الامدادات او التموين اللي قولة على الخدمات اللوجستية دي يعني ان احنا ننظم بحرص جدا نشاط يكون صعب ومحقد زي هاتقل نات السويس دي محتاجها شغل كتير جدا ومتنظمات كتير جدا عملية تنظمها دي وانها تشتغل بطريقة نجحة وفعالة كل ده بنسميه خدمات اللوجستية معناها النقل لو انتقال او حركة الناس او السلع او البضائع من مكان للتاني كلمة launch launch يعني يطلق حدث بيحتفل او بيقدم شيء جديد trade trade يعني تجارة the activity of buying and selling اللي هو نشاط البيع والشرة or exchanging او تبادل goods تبادل السلع او البضائع and or services او الخدمات between people or countries ما بين الناس وما بين الدول ده بنسميه trade يعني التجارة طب طب ملحوظة هنا بيقول لي كلمة homophones homophones دي يعني ايه are pairs of words يعني كمجموعة من الكلمات pair يعني زوج من الكلمات كلمتين كده مالهم that sound the same صوتهم زي بعض بالظفر but have distinctly different meanings لكن لهم معاني مختلفة تماما and different spellings وكمان هجاء مختلف تماما يعني بيتكتبوا ومعانيهم مختلفة عن بعضها لكن صوتهم بس اللي هو متطابق بنسميهم homophones زي ايه كلمة bread الخبز وكلمة bread اللي هو مربي هنا احنا نطقناهم نفس النطق بس مختلفين في ال spellings في الحروف بتاعتهم وكمان في المعنى عندنا كمان break اللي هي الفرامل وbreak اللي هي أكثر أو فسحة برضو الاتنين هنا نفس النطق لكن معنى مختلف و spellings مختلف break break يشتري buy و buy اللي هي إلى اللقاء و buy اللي هي بواسطة برضو دول homophones لان بننطقهم زي بعض لكن spelling والmeaning بتاعهم مختلف ceiling ceiling اللي هو السقف و ceiling اللي هو الختم برضو نفس النطق لكن المعنى والكتابة مختلفة cell اللي هي خلية وسل يبيع serial اللي هو طعام الحبوب و serial اللي هو مسلسل fair اللي هو عادل و fair اللي هي أجرى أو ينجح check اللي يفحص و check اللي هو chic facts اللي هو الفاكس و facts اللي هي حقائق هنا بننطقش التين و facts facts die يعني يموت و die يعني يصبغ كل دي بنسميها homophones لازم نبقى عارفين الفرق ما بينهم في جمل في الكتاب عنهم فنذاكر معانيهم كويس حاولوا تحفظوهم لو حتى حفظ شفوي أخذ أمثلة i wanted to buy new shoes buy هنا يعني اشتري he went to the mall buy taxi buy هنا يعني بواسطة do you sell pink jackets هالبي بي pink jackets والتانية do you have a cell phone هنا سالي بي لكن سال هنا cell phone لو الهاتف الخلوي how did you fare on the exam fare هنا يعني انجحت ازاي في الامدحان the deal is fare to both sides بوفير هنا معناها عادل يعني اتفاقين عادل للجانبين يبقى دول بنسميهم homophones ده السؤال موجود في كتاب المدرسة عن الhomophones عشان كده بقول لكم نحاول نحفظهم هل مع بعض جاب لنا هنا كلمات كلها homophones اللي طبعا متشابها في النطق لكن مختلفة في الـ spelling وفي الميني يعني في المعنى وفي الكتابة يلا نقرأ الجمل ونحاول نختار الكلمة صح مع بعض number one in our house في منزلنا we eat fresh every day بنأكل اي طازة كل يوم اكيد بنأكل fresh bread أو fresh cereal بس طالما fresh يبقى احنا ممكن نختار bread هتكون افضل من cereal number two i will tell you some a about this animal هقول لك بعض ايه عن الحيوان ده بعض الحقائق حقائق يعني facts will you send these files by ممكن تبعت الفائلز دي by ايه by facts ابعتها بال facts the judgment was harsh but المناقشة كانت حدة لكنها كانت عادلة عادلة يعني fair اللي بتكتب كده number five i am of hunger انا ميت من الجوع i am ايه i am dying of hunger dying اللي هي يموت بتكتب بالشكل ده d y ing على طول my sister is her hair blonde in the bathroom اختي بتصبغ شعرها blonde في الباثروم في الحمام تصبغ يصبغ اسمها dying بس بتكتب كده d y e i n g i am going to call and a on her انا روح اتصل بها و ايه كمان و check on her و طب من عليها check she gave the landlord a she had received for two hundred dollars ادتوا ايه بمتين دولار ادتوا الشيك يبقى check يعني هنا معناها الشيك ناخد بالنا من ال homophones و من معانيهم نعمل كلمات اللي مرت علينا في الدرس النهاردة يلا نقرأ مع بعض repeat after me منرل القاهرة اسمه the cairo monorail the cairo monorail the cairo monorail بناء او تشييد construction construction ذات الحركة او بدون سائق driverless 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 النقل العام public transport public transport public transport العاصمة الادارية الجديدة the new administrative capital the new administrative capital the new administrative capital محور قناة السويس the suez canal corridor the suez canal corridor the suez canal corridor يربط connect 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 يكمل complete 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 يطلق launch 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 يهدف الى aim to aim to ينمي او يطور develop 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 يتضمن involve 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 التجارة العالمية او التجارة الدولية international trade international trade international trade international trade مدن القناة canal cities canal cities منطقة صناعية industrial zone industrial zone تبحر في كده الاتجاهين sail in both sides sail in both sides مزارة سمكية fish farms fish farms طريق مختصر shortcut 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 قناة السويس suez canal suez canal يشجع encourage 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 يحفر dig dug dig dug الفعل والماضي منه يبني construct construct يمثل represent represent يزيد increase متوازي مع parallel two parallel two parallel two سعة capacity 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 يلا بقى نحل نشوف فيهمنا النهاردة عمتنا ضيالك محادسة عربع كلمات هنا نختار منهم ونكمل ضيالك بتاعتنا لازم نقرأ ضيالك كلها الأول عشان نفهم موضوعها وعرف حلة ليلة بتكلم سلوى بتقول لها did you hear about the monoreal project أتلا يا صايد أتلا what is it هو عبارة عن a it's a two-line a rapid transit system هو خط ضد جهين خط نقل ضد جهين a what does it link بيربط بين a و a أتلا it links the new administrative a and the 6th of October city how long is it طول وقد a it's about 115 kilometers حوالي 114 كيلومتر يبقى بنتكلم هنا عن خط الكايرو monoreal يلا الحل بقى did you hear about the a monoreal project هل سمعت يعان مشروع المانور ده في ده كايرو يبقى كايرو monoreal project تلا يسا what is it هو a it's a two-line rapid transit system two-line a two-line monoreal خط وحادي what does it link بيربط بين a و a it links the new administrative is the new administrative a capital العصوم الإدليا الجديدة the new administrative capital how long is it طول it's about 114 kilometers long ترى ما في السؤال how long يبقى الإجابة في نهايتها بعده كلمة long choose يلا نختار الإجابة الصح the cairo is a two-line monoreal rapid transit system يلا نحفظ مع بعض التعريف بتاع خط المكايرو monoreal ده monoreal القاهرة اسمه cairo ايه the cairo monoreal the cairo monoreal will be the longest a monoreal system in the world خط دوت هيبقى خط بدون سائق بدون سائق يعني driverless اطول خط بدون سائق في العالم cairo monoreal the new administrative capital and 6 october city هيعمل ايه بين العاصمة الادارية 6 october هيربطهم ببعض يربط يعني links the south canal corridor area project مشروع محور قناة سويس is a project in egypt بنسميه مشروع ايه مشروع mega mega project يعني المشروع ضخم read and match يلا نوصل مع بعض number one a city is a كلمة city تعرفها فكني definitions التعرفات ايو a large town يعني مدينة كبيرة city مدينة كبيرة the new south canal المحور قناة السويس الجديد بنعتبر ايه a mega project is a mega project مشروع ملاق او ضخم they baked a lot of bake bake يعني ايه يعني يخبز خبز ايه a lot of bread yesterday خبز خبز كتير بالامس do you know هل تعرف بدء بدء يبقى سؤال يبقى ندور على قوص شام مارك يبقى do you know هل تعرف مدن القناة لما نجي نحل سؤال ماتش نفكر فيه كده بالراحة عشان نقدر نحله صح كده خلصنا وولدان احسنتم اتمنى نكون فهمنا الدرس بتاعنا تابعون نكمل بقى المنهج ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق ترجمة نانسي قنقر